ولما كان الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر غائبا في هذا الزمان فإن خلافته تنتقل إلى الفقهاء الشيعة الاثنى عشرية كما يعتقد الفقهاء أنفسهم وهذه فرضية أن الفقهاء نواب الإمام هذه فرضية لم تكن معروفة لدى مؤسسي الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وبقية العلماء في القرون السابقة واللاحقة من الذين كانوا يشترطون صفة الأسمى والنص والتعيم من الله في الإمام فما يجوز واحد آخر يجيز عن نفسه ومكان الإمام ويرفضون فيما يسمى بعصر الغيبة الثورة وإقامة الحكومة والدولة إلا عن تظهور الإمام الغائب وكانوا يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله ولكن الفراغ القاتل الذي وجد فيه علماء الشيعة أنفسهم في ظل الغيبة دفعهم للتصدي لقيادة الشيعة فابتكروا وافترضوا فرضية النيابة العامة للفقهة عن الإمام المهدي وتدرجوا فيها شوية شوية كبروها ووسعوها إلى أن قالوا بنظرية ولاية الفقهة العامة أو المطلقة ولاية الفقهة العامة التي تبناها السيد محمد الصدر وقد كان لافتاً إعلان الصدر نفسه ولياً لأمر المسلمين قال أنا ولي أمر المسلمين في ظل حكم صدام حسين في العراق بعد القضاء على انتفاضة شعبان 91 وبالرغم من ذلك فقد كان يفتي على أنه يكتب في رسائله الفقهية أن أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة من جهولة المالك وبالتالي يجوز للناس بصورة عامة أو ولية الاستلاع عليها ودفع خمسها للمرجع أو التصدق بشيء منها الفقراء والمساكين ولكنه كان يؤكد بحكم ثانوي كان يؤكد في ظل حكم صدام بأنه لا يأذن بسرقة الأموال من الدولة العراقية أو حيازتها بصورة غير شرعية هو ما يأذن وإلا أساساً هي مباحة ولكن هو بحكم ثانوي ما كان يؤمن ما كان يأذن وهو بالتالي كان يقعد يعني يؤسس وينظر للموقف الشيعي العام بعدم الاعتراف بالدول غير الخاضع على قيادة الفقهاء المراجع وبعدم احترام أموالها لأنها مجهولة المالك ما أنت صاحب ويستثني من ذلك حالات معينة حيث يربط التصرف بأموال الدولة مجهولة المالك بإذن ولي أمر المسلمين الحاكم الشرعي نائب الإمام المهدي الذي كان يرى تجسيده في شخصه هو كان يعتبر نفسه كذلك وقد ذكر السيد محمد الصدر حكم مجهولة المالك في أول رسالة عملية له وهي فقه الفضاء هو عنده مسائل إذا الإنسان ذهب للفضاء شنو حكمه يكون هذا الكتاب طبع عام 1990 وأيضا ذكر ذلك مجهولة المالك في كتاب فقه الطب وكذلك في كتاب الصراط القويم وفي الرسالة العملية من هاج الصالحين الجزء الثالث منحق الموضوعات الحديثة أحكام المصارف وقال بصراحة إن أراضي وبنايات المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمصحات وكثير غيرها من المؤسسات معسكرات يعني دوائر الدولة الوزارات بس ما جاء باسمهم هي في عالمنا الحاضر في الأعم الأغلب مو كلها مطلقا مية مية يقول في الأعم الأغلب من الأموال المجهولة المالك فيجب تطبيق حكم المال للمجهولة المالك عليها يجب ومن جهة المؤلف اللي هو الصدر يعني فإنه يجيز هذه التصرفات في حدود ما هو جائز شرعا بشرط إعطاء أجور رمزية إلى المحتاجين المؤمنين بمقدار معتد به نسبيا إذا كنت تستخدم أنت بهذه المؤسسات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات بقدر ما تستخدم وتستفيد أعطي صدق الفقراء أخذينا بنظر الاعتبار مقدار تصرف الفرد في مثال هذه الأموال هذا حكم غير المنقول من الأموال المجهولة المالك مما لا يمكن للفرد حيازته لنفسه من يقدر أحد مدرسة يأخذها أو مستشفي أخذها دون سواها من أشكال المال المجهول المالك هذا في فقه الطب القسم الأول مع الطبيب خلال الدراسة مسألة 17 وقال أيضا ما نصه العمل في الأماكن ذات صفة المال المجهول المالك وهي المؤسسات الحكومية عموما بصراحة يتكلم يعني بما فيها المستشفيات والمستوصفات وغيرها تحتاج إلى تطبيق حكم هذا المال كما أشرنا في المسألة 17 من الفصل السابق سواء بالنسبة إلى الأطباء أو الممرضات أو المضمدين أو الخدمة أو الطلبة أو المراجعين أو الأطباء المقيمين أو الإداريين أو أي شخص آخر هذا مجهول المالك يجب أن يكون صدقة عن استخدامهم بهذه المرافق والمؤسسات مسألة 28 من فكهة طب وبالنسبة إلى الأموال مجهولة المالك هذه كانت الأموال غير المنقولة الآن نتحدث عن الأموال المنقولة أفوا في اللحظة بالنسبة إلى الأموال بالنسبة إلى الأموال مجهولة المالك المنقولة أفتى قائلا في مسألة 30 يقول حيازة الأموال المنقولة المجهولة المالك مما هو ممنوع قانونا لا يستطيع أن يستولي عليها حتى هذه منوطة بإذن الحاكم الشرعي حيازتها منوطة بإذن الحاكم الشرعي اللي هو الفقيه المجتهد اللي هو سيد صدر ومن ناحية المؤلف يعني هو صدر فإنه لا يعطي بذلك إجازة مدام ممنوعا قانونا ويكون بمزالة سرق عرفا وقانونا فيقول ميجوز هذا هذا هو دا يتكلم استثناء يعني سواء أمكن للسلطة التعرف عليه أم لا لا يختلف في ذلك كل مرافق الدولة وما تشرف عليه من الأموال إلا ما كان لضرورة حياته وطعامه وشرابه فإنه مجاز ولكن يشمن حكم الخمس لا يتكلم خمس من أجل فيقول أيضا يمكن واحد استثناء استثناء في استثناء يعني هنا صار وأكد جواز الاستيلاء الاستيلاء مثلا أو أجهزة أو أي شيء ليس أموال لكن منقولة إما صدفة أو أصيان صار انتفاضة مثلا والناس نهبوا فلا يجب فلا يجب بل لا يجوز إرجاعه إلا مع خوف الضرر بل له عند إذن أن يتصدق بقيمته يوم حيازته ثم يجري عليه حكم المجهول المالك الذي نشير إليه في المسألة التالية مسألة 32 النقود المجهولة المالك اللي يعني كل البنك المركزي المجهول المالك هذا يمكن أعطاؤها للحاكم الشرعي إذا واحد استولى عليها يعطيها للحاكم الشرعي اللي هو الفقيه المرجع المجتهي أو تصرف بها بإذنه إذا هو قال لا أروح أخذها من خالف إليك فمعليش ومن ناحية المؤلف فإنه يجيز التصرف بها بشرطي أن لا تكون من ظلم ولا إلى ظلم ما تأدي إلى ظلم أحد يعني ولا على شكل الساركة لا أجدت بيدي صدفة صارت الأموال التي أشرنا عليها في المسألة الثلاثين قبل قليل وطيب كيف يحلل هذه أموال الموال النقود يعني ويقول عند قبضه للمال ينوي الشكل يعني أقبضه نيابة عن الحاكم الشرعي وأتملكه لنفسي فيسخل في ملكي يصير هذا حلال عليه نخرب جيبة يعني ويكون حسابه وحساب أمواله الأخرى في جواز التصرف ووجوب الخمس وغير ذلك كيف سيطر الخمس بعد يا مالك وذكر السيد محمد الصدر في كتاب الصراط القويم في نهاية كتاب الخمس ما نصه ولو كان مردداً بين عدد غير محصور هذا مجهول المالك يعني شيء مال أو شيء معين ما نعرف منه مالكه فهو مجهول المالك ويجوز فيه أمور منها التصدق به عن أصحابه الواقعيين لما يعرفهم ومنها تسليمه إلى الحاكم الشرعي ومنها قبضه قبضاً شرعياً بإجازة مسبقة من الحاكم الشرعي اللي هو يعطيها يعني وذلك بأن يقول أقبضه نيابةً أو وكالةً عن الحاكم الشرعي أو عن فلان ويسميه عن الصدر مثلاً ثم يقول أتملكه لنفسي وأتصدق به على نفسي وما جرى مجرى فإن فعل ذلك كان المال بحكم سائر أمواله المملوكة والإجازة العامة موجودة من قبل هذا المذنب اللي هو محمد الصدر بشرط أن لا يكون من ظلم أو يقول إلى ظلم لا يختلف في ذلك سائر أشكال مجهول المالك ما لم يكن له شكل السرقة هذا في الصراط القويم كتاب الخمس وجاء فيه الرسالة العملية منهج الصالحين أو منهج الصالحين الجزء الثالث ملحق الموضوعات الحديثة أحكام المصارف هناك دائماً فرق من مسألة أموال الدولة أموال المصارف وقد فصل فيها سيد السلساني أموال المصارف وكذلك محمد السحاق الفياض أموال المصارف الحكومية أو المشتركة أو الأهلية يقول مسألة 1301 يوجد من قبلنا إذن عام في التصرف بمجهول المالك سواء مما يسحب من المصارف أو غيره كرواتب الموظفين وأجور الأموال وغيرهما وذلك في مرحلتين المرحلة الأولى أننا نشترط أن لا يكون المال المقبوط من ظلم ولا إلى ظلم ولا على حد السرقة لا إجابة صدفة خل الكارت مثلاً بالماكنة والفلوس وذرت عليه ملايين هذه مثلاً يعني أنه لم يتم الحصول عليه بظلم ولا أنه يصرف في ظلم أو حرام ولا أنه من كبير السرقة من مجهول المالك أو من الدولة فإن هذا خارج عن الإذن وما اجتمعت وما اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة فهو مأذون في حلال عليك سير المرحلة الثانية أن يقول الفرد حين يقبض المال أقبضه نيابة أو وكالة يقرأ الصيغة الشرائية حتى يصير شرائي أقبضه نيابة أو وكالة من الحاكم الشرائي ويدكر اسمه صدر أو سستاني أو أي واحد كان وأتملكه لنفسي أنا أتملك المال لنفسي فإذا قال ذلك أصبح المال ملكاً له كأحد ممتلكاته فإن كان لديه رأسه سنة سين للخمس صرف منه على مؤونته فإن بقي منه باقاً في رأس السنة دفع خمسه وإن لم يكن له رأسنا واجب دفع الخمس فوراً وجاز تصرف الفرد في الباقي انتهى وكان السيد محمد الصدر